الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وبعد يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ويقول أيضا سبحانه وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه النصوص وغيرها من مات وهو يعلم تفيد أن لا إله إلا الله لا تكفي أو لا يكفي مجرد القول لأنه في ناس كثيرة في مجتمعنا ده يقول ليك ياخذل بيقولوا لا إله إلا الله ديل هي أخي الشيرك بيقع فيهم؟ ديل بيحصل فيهم شيرك؟ ديل بيحصل فيهم كفر؟ نقول لي نعم لأنه القول لا يكفي لأنه في ناس كثيرة قالوا لا إله إلا الله وما نفعتم بيشي وعندك المنافقين المنافقين ذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا لا إله إلا الله وصلوا معاه لكن هل مجرد القول باللسان منفع؟ ما منفع إلا معه حاجات تانية وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلم تعرف معنى لا إله إلا الله وده للأسف كثير من الناس الليلة تقول ليه تعال هنا لا إله إلا الله معناه ما عارفه يقول تلقى يقوله القول بتاع اللسان ده يقوله لكن يدعو غير الله ويسأل غير الله ويستقيس بغير الله ويلتجي لغير الله نقول ليه والله ده يعني ما عدفهم لا إله إلا الله أزور البزاة لغير الله ده ما عرف ذاته ما عرف إنه معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله تقول لا إله اضطلت جميع الآله أي إله رسول ملك جن إنس ولي غير ولي لا إله معناه تديل كلهم لا يستحق عبادة وعبادة باطلة ثم تقول إلا الله أي أن الجميع العبادة لا أحد يستحقها أبدا ولا أحد ولا تصرف لأحد إلا لله وحده ده معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه لكن مش معنى لا إله إلا الله تقول برسالك وتشرك بالله نادب العباس بنادي زي ما يقول البرعي سيدي ساكنفاس بنادي ده خالف لا إله إلا الله صادمة لأنه ما يعرف أزاد لأنه لا إله إلا الله تبطل الكلام ده لا إله إلا الله لا دعاء إلا لله ما في حسن وتحسونه بيدعوه ما في مكاشف بيدعوه ما في كباش بيدعوه تبطل الكلام ده وتذبته لله وحده لا إله إلا الله تلقى بقول لا إله إلا الله ومعلق كمون ولا معلق حجاب هل تعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نتوكل إلا على الله لا تتعلق القلوب إلا بالله موش بحجاب يجيب رزق أو يجفع در والعين والأسلاح أبدا كما قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا إله إلا الله أن تصرف جميع العبادات تتوجه لا ترجو ما ترجو قبة ما تخاف من قبة ما مستوى الحبة أليس الله بكاف عبده ويخيفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد تلقاه خائف من دلقان بيان بتاع شيخ تلقى والله عامل إرهاب له للنازق الله تعرف لا إله إلا الله فالناس محتاجة تعرف لا إله إلا الله تعرف معناها أي أن العبادة كما في الصلي لله يجب أن تدعو الله وحده وتستغيس بالله وحده وتسأل الله وحده وتتوكل على الله وحده وللأسف كثير كثير صرفوا هذه العبادات لغير الله يصيحوا للموتة بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي والله يصوف تناديهم في الليلة الهادي في كل قضية أول حاجة إنت مشرك وما فسولك حاجة ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني لو عشت يوم القيامة بتنادي فيهم تلحقون وتفزعون يا حسن وتحسون يا البادراب أبو غراب وغيره شوف ربنا قال لي ومن غيابة تنادي ما بيجوفون ولا عنده أوليك شي من لا يستجيب له ده ربنا قال إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس بعدين كانوا لهم آدان وكانوا في عبادتهم كافرين يا أخي ربنا بقول للنبي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد ما بيستحق تقول يا الله ويا رسول الله تساوي الله الخالق بالنبي صلى الله المخلوق العبد تساويه بالمعبود سبحانه وتعالى لذلك ربنا قال ذلكم الله وربكم له الملك والذين تدعون من دونه الأولياء الخطوم والطواغيط والشيوخ والطعين القباب الله ولدون الله والذين تدعون من دونه دونه سبحانه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم لو دعيتوا ما بيسمعوا شيخ أخي ده ما بيسمعوا دب ولا حتى الرسول ما بيسمعوا أبدا دون الله ما بيسمعوا ولو سمعوا لأنه فينا تقول لك دسمعوا ويجيبوا شبهات ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أخي التفقير والشيخ فقير الشيخ ما عنده شيء الشيخ وكل الناس بما فيهم الأنبياء والصالحين وغيرهم فقير يا أخي تخلي الغني والله هو الغني والحميد دعاقوا لها جماعة خلي دي خلي الدين دعاقوا تخلي الغني سبحانه الخالغ المدبر وتمشه الفقير والله هو الغني والحميد فالمسلم يعرف لا إله إلا الله ويتعلمه يعلم عشان كذي ربنا قال للنبي فأعلم أنه لا إله إلا الله تتعلمه شروطه وأركانه ونواقضه تتعلم لا نضي النجا شفت التوحيد البنجي وتمش لالله بعغيده والله ولو عباده واحد سربت لغير الله والله انتهد إنه ما يشرق في الله فقد حرم الله عليه الجنة حرام ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالإنسان ينقي ويتعلم ينقي عغيدته ويتعلم لا إله إلا الله حتى يسير إلى الله بالتوحيد وبيخلاص العبادة والدين لله لأنه ربنا ما يقبل دين فيه الله معه الشيوخ بن أدوهم أو الله معه رسل بن أدوهم ألا لله الدين الخالص الدين لا بد العبادات تكون خالصة لله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على منا محمد ونقدم نقدم شيخنا شعب ترجمة نانسي قنقر